بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول شعبة كهربية وشعبة الإلكترونيات والحاسبات استكمالا لحلقتنا السابقة احنا خدنا الحلقة اللي فاتت في مادة الخامات الكهربية اتكلمنا عن المادة يعني ايه مادة ويعني ايه زرة وإلكترونيات والمادة بتتكون من ايه وخدنا خصائص المواد وخدنا اتكلمنا عن التوصيل الحراري والتوصيل الكهرابي للمادة واتكلمنا عن المقاومة النوعية للمعادن وخدنا خصائص المعادن بداية احنا قلنا الحلقة اللي فاتت يعني ايه مقاومة نوعية للمعدن قلنا ان المقاومة النوعية للمعدن ان انا عندي المعدن ليه مقاومة نوعية نتيجة لمرور الطيار الكهرباء بتعتمد على ايه المقاومة النوعية بتعتمد على التركيب الداخلي للمادة التركيب الداخلي لايه للمادة وقلنا كمان ان المقاومة النوعية للمعدن رمزنا لها يا ولاد بالرمز ايه رمزنا لها بالرمز رو لما نيجي نقول رمز المقاومة عايزين نحفظ الرموز بتاعة العنص رمز المقاومة النوعية للمعدن رو طيب قلنا اني عندي رو تساوي رو تساوي ار في ايه على ال رو تساوي ار في ايه على ال طب ليه احنا بنقول الجزء دي تاني الجزء ده هيبقى مقرر عليك وهتحل عليه بعض المسائل في مادة الهندسة الكهربية ركزوا في ايه اولاد عندنا قلنا اني انا عندي الطول اسمه ال طول المواصل المقاومة النوعية رو مساحة المقطع ايه المقاومة النوعية قلنا مثال على المعادن لو انا عندي معدن من نفس النوع الناس اللي فاكرة لو انا عندي معدن من نفس النوع لكن اختلف في الطول مقاومته النوعية واحدة ولا اختلفت يبقى المقاومة النوعية عندي هتكون واحدة ليه لان المعدن واحد طالما يا بلادي المعدن واحد خلاص احنا حفزنا المعدن واحد يبقى المقاومة النوعية بتاعته سبتة هي واحدة امتى بتختلف المقاومة النوعية لو انا جبت معدنين مختلفين معدن ذهب مع معدن مثلا حديد يبقى المقاومة النوعية دي هتختلف عن المقاومة النوعية دي يبقى تختلف المقاومة النوعية باختلاف طول الموصل ولا باختلاف نوع الموصل باختلاف نوع الموصل اختلاف الطول ما فيهوش مشكلة وجينا قلنا العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل مقاومة الموصل بتتوقف على أول حاجة نوع مادة الموصل نوع مادة الموصل يعني إيه؟ يعني أنا عندي R بتتناسب طرديا مع المقاومة النوعية R بتتناسب طرديا مع المقاومة النوعية يعني لو دي زادت R هتزيد مقاومة النوعية قلت R اللي مقاومة الموصل هتقل يعني إيه بتتنسب ترضي؟ اللي اتنين ماشيين مع بعض في نفس الطريق مقاومة الموصل تزيد مقاومة النوعية بتزيد مقاومة النوعية قلت الموصل قيمته هتقل ده معنى نوع مادة الموصل أول حاجة العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل أول حاجة نوع مادة الموصل أر تتناسب ترضي مع المقاومة النوعية معنى ترضي إيه؟ يعني اللي اتنين زي بعض دي بتزيد تانيها تزيد خلاص ولو قلت طبعا هتقل تاني حاجة في العوامل نوع مادة الموصل أر بتتناسب تناسب ترضي مع المقاومة النوعية أر بتتناسب تناسب ترضي مع المقاومة النوعية يعني إيه؟ نفس الحكاية تتناسب تناسب ترضي يعني المقاومة النوعية لو زادت إيه اللي هيحصل؟ هتزيد المقاومة طب لو المقاومة النوعية قلت المقاومة النوعية لو قلت يبقى قيمة المقاومة هتقل هي دي معنى كلمة طردي طيب بتتناسب خلاص طردي عندنا مساحة المقطع مساحة المقطع R بتتناسب إيه بقى؟ R بتتناسب عكسي مع مساحة المقطع للموصل هنا بقى عكسي يعني إيه؟ يعني الاتنين ماشيين عكس بعض دي تزيد يبقى مساحة المقطع هتقل لو دي قلت يبقى ارئي هتزيد الاتنين عكس بعض ما بيتفقوش ابدا يبقى عرفنا يعني ايه العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل خلاص مساحة المقطع طول الموصل نوع مادة الموصل نقول تاني يا ولاد العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل أول حاجة نوع مادة المواصل ودي بيحصل فيها تناسب تناسب طردي طول المواصل طول المواصل برضو يحصل تناسب طردي مساحة المقطع لا مساحة المقطع دي بقى التناسب بتاعها هيكون عكسي الجزئية دي عندك هتلاقيها في جزء في مادة الهندسة الكهربية ومقرر في الخامات في نفس الجزئية عندنا في عندي حاجة اسمها المواصلية حاجة اسمها الايه المواصلية يعني ايه مواصلية المواصلية هي قدرة المعدن على التوصيل الكهرابي يعني ايه يعني انا لما اقول المعدن ده قادر ان يوصل طيار كهرابي يبقى فيه مواصلية علي يبقى عرفي المواصلية عرفي المواصلية المواصلية هي قدرة المعدن على توصيل الطيار الكهرابي والمواصلية بتكون عكس المقاومة النوعية المواصلية عكس المقاومة النوعية طيب وحدتها متر على قوم متر ايه مربع متر على قوم متر ايه مربع وخدنا او قلنا جزء قابلية المعدن للتماغنط الجزئية دي برضو كان فيها جزء منها مشترك في الجزء ده والجزء اللي فات يعني ان انا عندي المعادن الحديدية لها قدرة على التماغنط واقدر احولها الى مغناطيس هنحولها الى مغناطيس عن طريق سلك نحاس بلفوا على قطعة من المعدن ووصلوا باطراف البطارية بس هنخلي الاطراف بتاعة السلك النحاس هشيل منها الجزء الاصفر اللي عليه هنلاقي ايه اللي هيحصل لو قربنا في الحالة دي برادة حديد او برادة معدن على المصمار هنلاقي ان المصمار جذب البرادة دي يبقى انا كده بتجربة سهلة وبسيطة قدرت اخلي المعدن يحصل له حالة تماغنط يحصل له حالة ايه اولاد تماغنط ده قابلية المعدن للإيه للتماغنط بنقول ان انا عندي في معادن بتتأثر بالإيه بتتأثر بالمغناطيسية والمجال المغناطيسي في بعض المعادن بتتأثر بالمغناطيسية والمجال المغناطيسي وبعض المعادن ماينفعش تتأثر بالإيه بالمغناطيسية ولا يمكن تحولها الى مغناطيس يعني التجربة اللي احنا قلناها دي مش هتتطبق على كل المعادن بعض المعادن يبقى بعض المعادن ممكن تحولها إلى مغناطيس وإكسبها خصائص المغناطيسية بعض المعادن وليس كل المعادن علشان لو جالك في صح وغلط تبقى فاكر بعض المعادن تتأثر وتتحول إلى مغناطيس والبعض الآخر لا يمكن تحوله إلى مغناطيس بعد كده عندنا الخواص الميكانيكية بنقول إن الخواص الميكانيكية هي اللي بتحدد قدرة المعادن على إن المعادن ده بيتحمل القوة الخارجية المؤثر عليه خلاص طيب الجزئية دي عندنا بالإضافة إلى زمن استمرار القوة دي ولا طبعا بإضافة إلى استمرار القوة يبقى الخواص الميكانيكية هي الخواص الميكانيكية اللي هتحدد قدرة المعدن على تحمل القوة الخارجية يعني أنا المعدن ده هيتحمل قوة خارجية مؤثر عليها لا يعني لو أنا جايبة حاجة قطعة من المعدن بالشكل ده لو أنا أصرت عليها وضغطت عليها بحاجة جامدة إيه اللي هيحصل للمعدن؟ المعدن ده هيحصل له خواص ميكانيكية اللي هي ممكن يتني ممكن يحصل له كسر انحناء وهكذا يبقى الخواص الميكانيكية اللي هي التأثير الخارجي الخواص الميكانيكية اللي هي الايه؟ التأثير الخارجي على المعدن هي هتقاوم بقى المعدن ده هيقاوم التأثير ده ولا مش هيقدر يقاوم هيتحول لحاجة تانية يعني هيتكسر هيتخدش ولا إيه اللي هيحصل للمعدن ده ده اللي احنا هنعرفه في الجزئية الخاصة بالخواص الميكانيكية عندنا اول خاصية عندنا في الخواص الميكانيكية قابلية المعدن للسحب يعني ايه سحب سحب يعني استطالة سحب يعني استطالة يعني قدرة المعدن ان انا اقعد اشد في المعدن دوت خلاص والحالة دي تكون مهمة عندي في ايه في عمليات الصناعة لو انا جبت قطعة معدن وليها طرفين بالشكل ده خلاص المعدن ده انا هعمله عملية شد او سحب من الطرفين سواء بقى انا بشد من الطرفين او مثبتة احد الاطراف وبشد من الطرف الايه الاخر طيب هي عملية السحب دي سهلة اوي هي سهلة في الحالة واحدة ان انا اعمل للمعدن ده اعمله عملية سحب على الساخن سحب على الايه سحب على الساخن يعني ان انا اسخن الايه للمعدن ده انا عندي قطعة حديد مثلا زي ما بنشوف قطعة الحديد دي علشان يبدأ يشكلها ويعملها زي باب الحديد اللي في بيوتنا كلنا او الكلام ده كله هو هيشكله ويبدأ يرسم فيه الاشكال دي ويشكله بالطريقة اللي احنا شايفينها ازاي علشان يشكله بالطريقة دي لازم يشكله على الساخن يبدأ بقى يسخنه ويعمله عملية انحناء او تاني ويبدأ يطرق عليه او يضق عليه في الحالة دي انا عملت عملية ايه ببدأ اغير في شكله اسحابه بالطريقة اللي انا عايزة ويشكل المعدن ده بالطريقة اللي احنا ايه عايزنا زي ما احنا عايزين ودي مهمة جدا في عملية الصناعة لان انا عندي سلك الكهرابي دوت هو احنا مش بنستخرجه بالشكل ده طبعا لا ده هو بيبقى قطعة معدن وبنبدأ نعمله عملية ايه عملية صح نقدر نعمله عملية ايه صح طبعا يا ولادة عملية السحب دي هتغير في ايه هتغير في قطر المعدن هتغير في قطر المعدن يعني الشكل ده عندي هنا هو الشكل ده عندي ايه قطره بالشكل ده انا لما هسحب لو انا عملته على الساخن وبدأت اسحب الطرفين ايه اللي هيحصل طبعا مش هيبقى بنفس التخانة دي هنلاقي ان تخانة المعدن اختلفت طبعا القطر بتاعه هيتغير يبقى هيقل في التخانة بتاعه ليه التخانة دي راحت فين التخانة دي اتحولت لطول هلاقي طول المعدن ده زاد يبقى هو دي عملية الايه السحب يبقى تحويل المعدن من قطر الى قطر اخر والقطر ده راح فين القطر ده تحول الى استطالة تحول الى استطالة طبعا الجزء ده مهم في الصناعة زي ما بنشوف اه صناعة الاسلاك والكابلات حتى صناعة المصوغات الدهبية حتى صناعة الايه المصوغات الدهبية كمان بنقول ان الخاصية ديت بتغير في ايه بتغير في طول طب اشهر المعدن القابلة للسحب ايه اشهر المعدن اللي احنا نقدر نعمل لها عملية سحب طبعا الدهب الدهب بنعمله عملية سحب وبنشكله علشان نقدر نلبسه كمصوغات دهبية احنا مش اول ما بنستخرج الدهب هنقدر من ايه نستخدمه لا بحصل له عمليات كتير جدا قبل عملية الايه التشكيل زي عملية السحب كمان الفضة الفضة دي احنا عشان نبدأ نلبسها وعلشان استخدمها في بعض العناصر لازم اعمل لها عملية ايه عملية سحب وكمان النحاس النحاس ده اشهر حاجة لان احنا بنشوفه في ايه النحاس دوت بنشوفه في الاسلاك الكهربية الوصلات الكهربية كلها اللي احنا واخدنا عندنا اللي بتكون موصلة للطيار الكهرابي في المنازل فهمنا يعني ايه اولاد عملية السحب طيب بعد كده بنقول ان العملية دي بتتم عن طريق ايه يا اما بتتم على الساخن او على البارد طيب افضل طبعا انها تتم على الساخن الافضل انها تتم على الساخن طيب يعني ايه مرونة المرونة دي يعني المعدن او المادة دية انا ابدأ اغير في شكلها يعني مارنة اغير في شكلها زي ما انا عايز انا اصرت عليها بايه بقوة اصرت عليها بايه بقوة زي شبيه مثلا شبه حاجة احنا عارفنا زي الاسفنج الاسفنج احنا لو ضغطنا عليه بيدينا اللي بيحصل اول ما هتمسك قطعة من الاسفنج وتضغط عليها بيدك هتلاقي ان السفنج ده شكله اتغير يبقى المادة اللي هي الاسفنج دي شكلها ايه اتغير اتغير ليه اتغير عشان انت مؤثر عليها بقوة ضغط احنا اصرنا عليها بقوة ايه ضغط طيب اول ما هاشير قوة الضغط اللي هيحصل اول ما هاشير قوة الضغط هترجع السفنج ده لشكله الطبيعي هيسترد شكله الايه الطبيعي تمام بس افرد انا قوة الضغط عندي وصلت لحالة معينة على بعض المواد على بعض المواد لو انا قوة الضغط وصلت لمرحلة عالية ممكن بيحصل عملية انهيار للمادة يعني ممكن المادة انا مقدرش ارجعها لشكلها الطبيعي خلاص زي مثلا بعض المواد اللي احنا انتعرف عليها بعد كده ده بالنسبة للايه للمرونة يبقى المرونة انا بأثر على مادة قوة الضغط بعد زوال الضغط يحصل ايه في المرونة طالما المادة مرينة تستعيد شكلها الاصلي تستعيد المادة شكلها الايه الاصلي وبابعدها الاصلية وبابعدها الايه الاصلية طيب بعد كده بنقول اذا زاد الحمل عن الحد المرونة المرونة لو زاد الحمل عن حد المرونة هتفقد قدرتها على أنها تستعيد شكلها خلاص هتفقد قدرتها على أنها تستعيد شكلها لو أنا شلت الحمل يعني في قوة حمل معينة لكل مادة قوة الحمل دي ما زودهاش عن الحد المطلوب لأن المادة كده هيحصل لها انهيار وما تستعيدش شكلها بعد كده عندنا اللدونة اللدونة ديت اللي هنقوله فيها هي قدرة المادة على انها تغير شكلها ايه ده يعني اللدونة زي المرونة لا خلي بالك المرونة تختلف عن اللدونة ليه لان انا عندي اللدونة انا هقصر بقوة على المادة بس المادة اول ما هشيه للضغط المادة مش هترجع لاصلها اتشكلت تحت تأثير قوة الضغط زي ايه زي مادة السلصال مادة السلصال مادة السلصال انا لو قصرت عليها بضغط هلاقي ان الضغط تأثر عليها طب انا شلت دي مثلا ايه دي لو انا مقصرة على قطعة السلصال بيديها مسكت قطعة السلصال وضغطت عليها اه هي قطعة السلصال لما ضغط اختلفت شوية شكلها اتغير شلت ايه دي الا هيحصل السلصال مرجعش زي الاول ليه لان دي حالة اسمها اللدونة حالة اسمها الايه اللدونة يبقى الفرق ما بين المرونة واللدونة الاتنين انا هجيب مادة وهأثر على مواد مختلف في المرونة المادة بتستعيد شكلها الأصل انما اللدونة المادة لا تستعيد شكلها الأصل نفتكر مثالين على كده اللي هو زي الإسفنج افتكروا الإسفنج ده مادة مارينة سفنج مادة مارينة والسلصال مادة لدنة السلصال مادة ايه لدنا عرفنا يعني امرونا ولدونا طيب اثناء عملية التشكيل اللي بيحصل بتتم عملية التشكيل في اغلب الاحيان لو حاجة غير السلصال لو حاجة غير الايه السلصال بتتم عن طريق ايه اما الساخن اما البارد اما الساخن او البارد بتعتمد على طبيعة المادة في مادة سهل اننا اغير شكلها على البارد وفي مادة ماينفعش اغير شكلها على البارد ولازم اغير شكلها على الايه الساخن ده بتعتمد على خصائص المادة ومواصفتها خصائص المادة وايه ومواصفتها عندي هنا سؤال بيقول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها المرونة التوصيل الحراري الانسهار المواصلية يعني ايه انا بقول ان تحويل المادة من الحالة الصلبة الى السائلة لو انا حولت مادة من صلب السائل يبقى ده ايه مرونة ولا توصيل حراري ولا انسهار ولا مواصلية ها الناس اللي ذكرت الجزء ده فيها هنا فيه جزء خدناه الحلقة السابقة حد ذكر طب اللي ذكر شاطر وعرف الحل تحويل المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة اه يبقى ده انسهار زي ما احنا قلنا مش كل المواد درجة انسهارها واحدة ولا درجة غليانها واحدة فاكرين يبقى المواد بتختلف من درجة الانسهار ودرجة الغليان وفيه جدول احنا خدناه وبيوضح الجدول ده درجة انسهار كل مادة ودرجة غليان كل مادة السؤال التاني قدرة المادة على نقل الحرارة الى جميع اجزاءها قدرة المادة على نقل الحرارة الى جميع اجزاء ده تعريف احنا خدناه اللي هو ايه اللي هو التوصيل الحراري يبقى التوصيل الحراري يعني المادة هيتنقل لها الحرارة لكل الأجزاء لكل الأجزاء لو جبت معلقة وحطيتها في البيت مثلا أنديل بتجاهز اللي بيحصل ما بتقدرش تمسكها ليه؟ لأن هي حصل لها عملية توصيل حراري الحرارة اتنقلت إلى كل أجزاء المادة علشان كده بتلاقينا إن احنا في بعض الأواني المنزلية بنحط الإيد بتاعة مثلا الأواني بنعملها من مادة غير قابلة للتوصيل الحراري غير قابلة للتوصيل الحراري عشان ما تتنقلش ليها الحرارة وأعرف أمسكها بعد كده إيه هو اللي قدرة المادة على التوصيل الكهرابي التوصيل الكهرابي؟ آه التوصيل الكهرابي معناها إن المادة دي مادة موصلة اللي هي الموصلية الموصلية يبقى الموصلية هي قدرة المادة أو المعدن على التوصيل الكهرابي السؤال اللي بعد كده قابلية المعدن على تغيير الشكل نركز تغيير الشكل إذا تعرض لحمل وعند زوال الحمل تستعد المادة شكلها طيب إيه هي الحاجة اللي احنا قلنا أنا هأثر بحمل ولو شلت الحمل ده أو الضغط ده هترجع لشكلها آه إحنا فاكرين ده حاجة زي اللي هو الإسفنج يبقى الإسفنج افتكرناه بإيه بحالة المرونة الإسفنج اللي هو يمسل حالة المرونة يبقى قابلية المعدن على تغيير الشكل خلاص لو تعرض لحمل ويرجع لشكله أصلي بعد زوال الحمل اللي هي المرونة في حاجة في الأسئلة دي يا ولد الأسئلة دي سهلة وأغلبها حاجات إحنا بنلاحظها في حياتنا اليومية يعني الحاجات دي كلها أغلبنا بيشوفها في حياته الإيه اليومية عشان كده بنقول إن الجزء ده في الخامات لازم نكون عارفينه علشان نقدر نتعامل مع الدوار الكهربية والدوار الإلكترونية وقدر أعرف المادة دي إم تستخدمها في الدائرة دي هي تصلح ولا ما تصلحش في صناعة عناصر معينة واتأثر على الجهاز اللي أنا هستخدم في المادة دي ولا لا علشان كده بنلاحظ التطور الرهيب اللي بيكون فيه الأجهزة الكهربية والإلكترونية نتيجة الاكتشاف بعض خصائص جديدة بتكون في بعض المواد فببدأ أستغل هذه الخصائص وأصنع منها عناصر تفيدني في الحاجات الكهربية أو الإلكترونية اللي إحنا بنستخدمها كلنا في بيوتنا طيب بعد كده عندنا الصلابة يعني إيه الصلابة الصلابة هي خاصية مقاومة المادة لأي نوع من التغيير ده زي ما احنا بنقول ده دماغه صلبة دماغه ناشفة يعني مش عايز يغير من إيه يغير من نفسه نفس الحكاية المعدن برضه في الصفة دي يبقى الصلابة هي خاصية مقاومة المادة لأي نوع من التغيير هي بتقاوم إنها تتغير وخلط هي صلبة مش عايزة تغير شكلها ولا عايزة شكلها زي ما هي عايزة يفضل إيه سابت اللي هي دي إيه الصلابة طيب المادة الصلبة بتعرف بإيه بقى أنا لما يجي يقول عرفي المواد ده الصلبة المادة الصلبة هي المادة اللي بتتحمل جهود ما هي مش عايزة تتغير يبقى بتتحمل جهود كبيرة بتتحمل جهود إيه كبيرة مع حدوث أي تغيير في الشكل خلاص أو إيه أو الأبعاد القسافة القسافة يعني القسافة هي خاصية بتخلي المادة بتاعتي أو المعدن بتتعرض للكسر بيتعرض للايه للكسر القسافة دي زي ما أنا مثلا هل الزجاج في قسافة؟ آه الزجاج في قسافة ليه؟ لأن الزجاج قابل للكسر الزجاج قابل للايه؟ للكسر يعني ما جيش أقول إنه قطعة الحديد فيها قسافة لا قطعة الحديد القسافة بتاعتها إزاي فيها قسافة؟ ده الزجاج هو اللي أشهر العناصر أو أشهر الحاجة اللي احنا عارفينها بتتميز بالإيه؟ أو فيها خاصية القسافة فيها خاصية الايه؟ القسافة يبقى عرف القسافة القسافة هي الخاصية اللي بتجعل المادة مالها؟ المادة بتتعرض للكسر طيب القصفة كمان احنا قلنا اللي هي انا اثرت عليها او صدمت المادة دي بحاجة يعني الكباية عندي هتتكسر امتى هتتكسر لو انا خبطتها طيب ممكن تتكسر بحاجة اه لو انا عرضت الحاجة دي لدرجة حرارة عالية لو مادة الزجاج انا حالتها العادية في الشتاء بنلاحظ اولاد اني عندي في الشتاء بعض الاوقات براي اني ممكن اكون بحط حاجة سخنة في كباية زجاجية اللي هي اجهات الزجاج هي ساعة او بردة شوية وانت حطتها لها حاجة فيها ارتفاع في درجة الحرارة فالزجاج تعرض للايه القصر يعني ايه القصر يعني حصله حالة قصافة حصله حالة ايه قصافة بعد كده الصلادة يعني ايه صلادة قدرة المعدن على انه يقاوم الخدش او التآكل الخدش او ايه التآكل في زي ما احنا مثلا بنلاقي بعض المعادن بتتعرض للتآكل او الصدا بتتعرض للتآكل او الايه الصدا انا عندي لو المعدن بيقاوم الصدا ده يبهو عنده ايه صلادة تاب لو هو ما بيقاومش وبيصد بسهولة يبقى عنده الصلادة دي غير ايه متوفرة يبقى لما اجا اقولك عرفي الصلادة عرفي الايه الصلادة الصلادة هي قدرة المعدن على مقاومة مقاومة يعني من مقاومة يعني ايه يعني من على مقاومة الخدش او التآكل طيب نجي بعد كده صلادة المعدن هي الخاصية اللي بتمكنه من انه يحتفظ بالسطح بتاعه سليم الازاز في صلادة ولا مفهوش اه هو الازاز عندي بيقاوم الصلادة بيقاوم اه بيقاوم الايه الخدش انا عندي الازاز ما بقدرش اخدشه بالايه بسهولة في بعض المعدن لا سهل ان انا اعمل لها عملية خدش تمام يبقى الصلادة مقاومة الخدش الصلادة نفتكرها بايه بمقاومة الخدش خلاص كده اولاد سهلة الجزئية دي بعد كده برضو الصلادة مقاومة الخدش او ان احنا نقدر نقول عليها مقاومة الايه البري طب ايه هي انواع الصلادة انواع الصلادة عندي صلادة البري صلادة الخدش صلادة عمليات التشغيل السؤال هنا بيجيلي يا اما اذكري انواع الصلادة او اه دي يجي اكمل انواع الصلادة نقط ونقط يبقى انواع الصلادة ايه صلادة البري صلادة الخدش صلادة عمليات التشغيل خلاص بعد كده هناخد جزء جزء فيه انواع الصلادة دي زي ما بنقول عندي نوط صلادة البري صلادة الايه البري هي ناتجة من قوة احتكام انا علشان اقوم بعملية بري يبقى انا ايه ناتجة لقوة ايه مقاومة قوة الاحتكاج هي الناتجة من مقاومة قوة الاحتكاج طب وصلادة الخدش اه صلادة الخدش هي مقاومة سطح المعدن انه يحصل له عملية خدش الخدش اللي هو زي ما بنقول ايه زي الخربشة اللي ممكن نعملها زي لما بتلاقي كده زجاجة بتاعتها سوري قطعة معدن انت عملت عليها علامة سهل اول ان هيحصل لها خدش قطعة خشب جبت قلم كده وروحت ديسة عليه جامد على الخشب ايه اللي هيحصل هنلاقي ان الخشب حصل له عملية ايه خدش انا مقدرش احقق ده في الزجاج يعني لو جبت نفس الحاجة اللي انت عملت بها على الخشب خدشته مش هقدر اخدش الزجاج بنفس بايه بنفس الطريقة خلاص صلادة عمليات التشغيل يعني ايه صلادة عمليات التشغيل صلادة عمليات التشغيل هي مقاومة المعدن لاعمال التشغيل المختلفة المعدن بيقاوم ان هو يتشكل بيقاوم ان هو يتشكل يعني انا مش عارفة اعمل له عملية خراطة او تجليغ او تفريز يبقى صلادة عمليات التشغيل هي مقاومة المعدن لاعمال التشغيل هو مش عايز يستي يتشكل هو عايز يفضل بشكله ده يبقى المعدن ده عنده حالة صلادة لعمليات التشغيل يجي السؤال يقول عرفي صلادة عمليات التشكيل او التشغيل صلادة عمليات التشكيل او صلادة عمليات التشغيل هي مقاومة المعدن لاحداث تغيير في الشكل بعد كده الجزء ده اللي هو الاجهاد الإجهاد يعني إيه؟ الإجهاد هو القوة التبادلية اللي بتأثر على المقطع العرضي بين جزئين أنا علشان أعمل إجهاد يبقى فيه جزئين أنا هأثر عليه يبقى قوة تبادلية بتأثر على المقطع العرضي يعني مقطع الشكل بين جزئين من الجسم بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى عملية فصل أنا هعمل مثلاً هشد الجزء ده أو هاتني الجزء ده يبقى أنا أثرت من الأطراف عندي على الشكل أثرت إيه عليه لما أثر على الشكل إيه اللي هيحصل هيتغير شكل المعد يبقى أنا لازم أثر من الطرفين العملية دي اسمها إيه اسمها عملية إجهاد اسمها عملية إيه إجهاد أنا أجهدت المادة دي أجهدتها بقى بإن أنا أسحبها أو أتنيها أو أعمل لها عملية التواء أو أعمل لها عملية إيه التواء يبقى أنا أثرت من الأطراف لازم أكون مأثرة من الأطراف تمام يبقى دي في قوة تبادلية في قوة تبادلية يبقى ايه هو الاجهاد الاجهاد والقوة التبادلية المؤسرة على المقطع العرضي المؤسرة على المقطع الايه العرضي بين جزئين من الجسم ويؤدي الى فصلهما عن بعض ما انا ممكن قاعد اشد ما بين من الاطراف لغاية ما خل المعدن ده يتقسم الى قسمين طب الاجهاد ايه هي وحدة قياسه كيلو جرام على سنتيمتر مربع وحدة قياس الاجهاد كيلو جرام على سنتيمتر مربع انواع الاجهاد انواع الاجهاد عندي فيه اجهاد اسمه اجهاد الشد واجهاد الضغط واجهاد القص اجهاد الثاني واجهاد الالتواء يبقى ايه هي انواع الاجهاد انواع الاجهاد الشد الضغط القص الثاني الالتواء طبعا بيجي اكمل وبيجي لي منهم بس نقطتين يعني لما هيجي في اكمل مش هيجيب لي خمس نقط وانا اكتب انواع الاجهاد لا بيجي لي من انواع الاجهاد نقط ونقط يبقى انا هقول النقطتين اللي انا ايه حفظها امتى هقول الخمس نقاط هقول الخمس نقاط اذا قال لي اذكوري اذا قال ايه اذكوري يبقى انا اذكوري يبقى انا هقولي الخمسة اكملي هيجيب لي نقطتين او ثلاثة من الخمسة اولا نتعرف على كل نوع من انواع الاجهاد كل نوع من انواع الاجهاد اولا اجهاد الشد إجهاد الشد بينتج عن طريق إيه؟ عن طريق تعرض المعدن من الطرفين عندي إلى الشد عندي المعدن أنا هعرضه للإيه؟ للشد يبقى أنا هسحبه من الطرفين خلاص؟ هسحب المعدن من الطرفين يبقى أنا عملت له إجهاد إيه؟ شد بقى إيه هو؟ إجهاد الشد تعرض المعدن من الطرفين إلى الشد تعرض المعدن من الطرفين إلى الإيه؟ الشد بعد كده عندي اجهاد القص اجهاد الايه القص يعني ايه اجهاد القص يعني انا هعرض المعدن لقوة سلاح هعرض المعدن لقوة ايه سلاح تكون في الاتجاه العمودي تكون في الاتجاه العمودي ان انا اجي اقص من هنا مثلا خلاص يب انا عملت ايه هنا عملت اجهاد القص خلاص يا اما هقصه عن طريق ما قص او عن طريق اداة حادة او عن طريق اداة ايه حادة يبقى انا اثرت على المعدن عملت له اجهاد قص عملت له قص قد اجهاد الاص لفصل لفصل المعدن ده الى جزئين عندي بعد كده اجهاد الضغط اجهاد الايه الضغط اجهاد الضغط معناه ان انا هأثر على المعدن بقوة حمل ان انا هاجيب حمل واضغط على الايه على المعدن طيب ايه اللي هيحصل طبعا المعدن شكله هيتغير انا عملت له قوة ضغط طيب ممكن المعدن يتفصل او يتقسم الى جزئين اه امتى لو انا اثرت على المعدن بقوة ضغط لمرحلة وصل فيها المعدن الى قوة الانهيار المعدن انا اعدت ضغطت بقوة ضغط وحمل جامد لغاية ما عندي حصل انهيار للمعدن في الحالة دي المعدن هيتفصل عندي الى جزئين هيتفصل عندي الى ايه جزئين بعد كده عندي اجهاد الثاني يعني انا قتني المعدن دوت اعمله عملية انحناء هأثر من الطرفين هنا وابدأ قتني المعدن ده اللي هيحصل هيحصل انه شكله هيتغير شكل المعدن ايه هيتغير طبعا انت علشان تعملي تاني بقى استخدمت قوة خارجية استخدمت قوة خارجية اصرت على ايه المعدن وغيرت شكل المعدن في الحالة دي اتغير ايه شكل طيب عندنا بعد كده اجهاد الالتواء يعني ايه اجهاد الالتواء انا عندي اجهاد الالتواء انا همسك المعدن واعمل ادارة حول محوره ان انا نمسك دي والفها بحاجة معينة خلاص يكون قوية شوي هتلاقي ايه لو انت مسكت مثلا سلك قطعة سلك نحاس خلاص دخينها شوي ولفتها كده ايه اللي بيحصل اول ما بتلفها بيحصل للمعدن ده ايه هيحصل الالتواء يعني انت لفيته حولين محوره عملت له ادارة حول محوره حول ايه محوره حتى لو هو ثابت حتى لو انا مثبتة المعدن ده انا عملت له من هنا ادارة حول ايه محوره يبقى عملت له اجهاد التواء بعد كده عندنا سؤال بيقول يحدث عند تعرض المعدن لقوة سلاح عرضنا المعدن لايه اولاد لقوة سلاح ويكون في اتجاه عمودي لما عرض المعدن لقوة سلاح في اتجاه عمودي ده اجهاد شد هو انا لما بشد بشد بسلاح لا يبقى مش اجهاد شد طيب اجهاد الساني انا لما باتني هاتني بسلاح وفي قوة عمودي لا يبقى اجهاد ايه يا ولاد يبقى يحدث عنده تعرض معدن لقوة سلاح في اتجاه عمودي برافو الناس اللي قالت من اول ما شافت السؤال اجهاد القص تمام هو اجهاد القص بص يا ولاد احنا كده الجزء الخاص بالباب الاول كده الباب الاول خلص هنبدأ نراجع على كل جزء من اجزاء الباب الاول ونتذكر ايه اللي احنا قلناه كامل في الباب الاول يبقى احنا عايزين ان الباب الاول كده النهاردة يكون خلص ونبدأ نذكره جزء جزء هتلاقى الباب الاول سهل جدا ونبدأ نتذكر مع بعض ايه اللي احنا قلناه اول حاجة احنا قلنا في اول حلقة في مادة الخمات قلنا يعني ايه مادة وقلنا ان المادة دي ممكن تكون من عنصر او اكتر يبقى المادة ممكن تكون من عنصر واحد او اكتر حد فاكر تعريف المادة هي اه بتكون من عنصر واحد او اكتر وممكن لازم تكون بتشغل حيز في الفراغ يبقى لو جينا قلنا عارف المادة المادة اي شيء يشغل حيز في الفراغ الالم مادة الكتاب مادة الكومبيوتر اللي قدامك اللي شغال عليه ده مادة يبقى المادة هي ايه اي مادة بتشغل حيز من الفراغ المحيط بنا المادة ممكن تكون من عنصر او اكتر من عنصر زي مادة الحديد لوحدها عنصر طيب مادة الدهب اول ما تم استخراجها عنصر مادة واحدة حطت عليه نحاس يبقى بقي برضو مادة بس من عنصرين لان احنا عارفين ان الدهب اللي احنا بنستخدمه المسوقات الدهبية دي علشان يسهل تشغيله او تشكيله لازم اضيف عليه نسبة بسيطة من النحاس يبقى الدهب هو ما بيبقاش عندي يا دهب صافي لعلشان اعرف اشكله ويدي الاشكال الجميلة اللي احنا بنشوفها بضيف عليه نسبة نحاس يبقى المادة يا عنصر يا عنصرين ثلاثة ما فيش مشكلة خلاص طب كل المعادن بتشترك في قابلية التوصيل للقهرباء تمام المعادن كلها بتوصل القهرباء المعادن كلها ايه بتوصل القهرباء بنفس الدرجة لا ايه وعتقول ان هي بتوصل بنفس الدرجة المعادن هي موصلة للقهرباء ولكن بدرجات مختلفة بدرجات ايه يا ولاد بدرجات مختلفة عشان كده احنا قلنا ان افضل المعادن توصيل للطيار الكهرابي النحاس والالومونيوم والفضة والبلاتين يبقى اشهر المعادن توصيلا للطيار الكهرابي قلنا ايه النحاس الفضة والالومونيوم والبلاتين عندنا كمان بنقول المواد العزلة شرحنا وقلنا يعني ايه مادة عزلة المادة العزلة هي المادة اللي ليس لها القدرة على توصيل طيار الكهرابي دي عزل مش هتوصل طيار الكهرابي مثال ايه قلنا برضو قلنا ان هي الخشب مثلا ده مادة عزلة طيب انا ينفع اخد المادة العزلة دي وغير فيها اه انا لو جبت مادة عزلة واضفت عليها مطاعمات اصبحت المادة العزلة دي ايه خلي بالكو قلناها بكده اصبحت شبه موصلة اصبحت شبه ايه موصلة يبقى المواد العزلة اذا اضيف ليها مطاعمات اصبحت مواد شبه موصلة اه قلنا يعني ايه عنصر العنصر بيتكون من مجموعة من الزرات المتشبهة الزرات المتشبهة دي مرتبطة معا ولا يمكن تحللها والعنصر مجموعة من الزرات المتشبهة خلاص مرتبطة مع بعض ولا يمكن تحللها كيميائيا طيب الزرة هي اصغر جزء من مادة العنصر الزرة هي اصغر جزء من مادة العنصر النواة النواة دي هي قلب الزرة نفتكر كويس النواة هي ايه هي قلب الزرة وشحنة النواة شحنة مجبة شحنة النواة شحنة مجبة يبقى عرف النواة النواة هي قلب الزرة وتحمل شحنات ايه يا ولاد شحنة مجبة ايه هي بقى مكونات النواة النواة بتتكون من حاجتين بروتونات موجبة وعندي نيترونات متعدلة يبقى نقول تاني النواة النواة قلب الزر طيب بتتكون من ايه النواة ديت النواة بتتكون من حتى بروتونات ونيترونات البروتون البروتون موجب والنيترون النيترون شحنته متعدلة شحنته ايه متعدلة قلنا يعني ايه خليط الخليط هي تواجد اكتر من عنصر دون اتحاد فيزيائي وكل عنصر هيحتفظ بخواصه اتفقنا ان احنا لو عندنا عنصر زي الحديد وعنصر الالمونيوم خلاص وعنصر الدهب لو انا جبت برادة حديد وبرادة الالمونيوم وبرادة الدهب التلاتة دولت انا حطتهم على بعض هيعملولي ايه هيكونولي خليط هيكونولي خليط لان انا لو حطيته تحت الميكروسكوش انا هقدر اشوف وميز كل حاجة لوحدها هميز كل حاجة ايه لوحدها يبقى الخليط ما بيحصلش فيه اتحاد كل عنصر بيكون محتفظ بخصائصه خلاص كاملة كل عنصر يحتفظ بخصائصه ايه كاملة ومش هيأثر على العنصر الاخر يبقى ده اسمه الخليط بعد كده المركب قلنا يعني ايه مركب المركب لو انا جبت عنصرين او اكتر العناصر دي كلها انا حبتتها مع بعض العناصر دي اول ما احطتها مع بعض وهيحصل لها اتحاد كميائي يبقى انا كونت كده مركب وبعدين وبعدين حصل اني المواد دي كونتلي مادة جديدة خالص زي مثلا لما بنجي فيه الادوية ابسط مثال احنا ممكن نعرفه في صناعة الادوية بيعمل لمركب لانه هو بيحط مجموعة من المواد مع بعض كل مادة لها خاصية معينة كل الخصائص هتتحد وهتكون خصائص جديدة لمركب جديد خالص المركب ده انا ابدأ استخدمه في حاجة انا محتاجاها تمام يبقى عرفنا الفرق بين الخليط وبين المركب سهلة يبقى مش عايزين اي حد منكو يطلقبط لان دايما خلي بالك المركب والخليط بيجو دايما في امتحانات الشهرية او امتحانات اخر الترم ولازم نعرف يعني ايه مركب ويعني ايه خليط والفرق ما بينهم خدنا برضو المرونة وفاكرين المرونة شبهناها او جبنا مثال عليها بايه او مثال المرونة احنا فاكرين من الحلقة اللي فاتت ان احنا قلنا ان المرونة هنفتكرها بالاسفنج هنفتكرها بايه بالاسفنج يبقى المرونة انا اصرت على المادة بقوة اصرت عليها بايه بقوة راح الاسفنج ده مثلا شكله تغير طيب وزيلت القوة شلت ايدك من على الاسفنج إيه اللي هيحصل؟ رجعت الاسفنج لشكلها الأصلي رجعت المادة دي لشكلها لإيه؟ الأصلي طيب لو أنا بقى جبت حاجة وأثرت عليها بقوة جامدة ضغطت عليها ضغط قوي إيه اللي هيحصل؟ هلاقي إن الاسفنج ده حصل له يا إما قطعت قطعت فصلت عن بعدها خلاص؟ أو إن الاسفنج ده مش هيقدر يستعيد شكله الأصلي مش هيستعيد شكله إيه؟ الأصلي بس ده إمتى؟ في الحالة دي لو أنا أعملت عملية إجهات قوية أو ضغط قوية فعندي المادة فقدت الإيه؟ السيطرة فقدت السيطرة قلنا الصلابة يعني إيه الصلابة؟ المادة الصلبة هي المادة اللي بتتحمل جهود كبيرة اللي بتتحمل جهود إيه؟ كبيرة لما بيحصل لها أقل تغيير في الشكل وقلنا برضو القصافة قلنا النهاردة القصافة وقلنا مثال القصافة زي زي إيه؟ أنا سمع حد بيقول لي زي الزجاج برافو يبقى القصافة القصافة هي زي مادة إيه؟ الزجاج سهلة الكسر عند تعرضها لأي إيه؟ تأثير أي تأثير بيعمل إيه؟ بيكسر الإزاز يبقى ده اسمه قصافة وخدنا أنواع الإجهاد وقلنا إن أنا عندي في الإجهاد إجهاد شد وضغط والقص والتاني والالتواء خلاص؟ بعد كده أولاد قلنا إن إحنا عندنا هنا هو خدنا الدوائر الكهربية برضو وقلنا إزاي نحول أي معدن عندي إلى مادة مغناطسية؟ فاكرين إزاي نحول معدن لمادة مغناطسية؟ لو أنا قلت إزاي أحول معدن لمادة مغناطسية؟ مين هنا يقدر يقول التجربة اللي إحنا عملناها في تحويل المعادن إلى مادة مغناطسية؟ إحنا جبنا مصمار ولفنا عليه إيه؟ لفنا عليه سلك خلاص؟ مصمار ولفنا عليه سلك أول ما لفنا السلك على المصمار إيه اللي حصل؟ المصمار ابتدى يجذب أي برادة حديد عندنا المصمار ابتدى يجذب أي برادة حديد إيه؟ عندنا كما نخدنا إن أنا عندي المادة المادة ممكن تكون مواد نقية أو مواد غير نقية مواد نقية أو مواد غير إيه؟ نقية إيه هي المواد النقية؟ إيه حد فاكر مثال للمواد النقية؟ آه مواد نقية هي المادة اللي أنا واخدها زي ما هي زي قطعة حديد قطعة الحديد دي من المواد النقية من المواد إيه؟ النقية ليه؟ لأن الزرات بتاعتها كلها هي زرات متماسكة والزرات دي خصائصها واحدة ومرتبطة معا ولا يمكن فصلهما عن بعض يبقى هي دي المادة لإيه النقية يبقى لما يجي يقول لي يعني إيه المواد النقية هي المادة اللي لها نفس النوع المادة اللي لها نفس لإيه النوع من الزرات زي برادة الحديد والألمونيوم طيب خدنا المواد الغير نقية وقلنا المواد الغير نقية هي المادة التي لا تتكون من النوع نفسه زي أنا عندي لو جبت مادتين حطيتهم على بعض كده أنا عملت مادة إيه غير نقية مادة غير نقية لإن أنا حطيت مادة على مادة أخرى زي لو أنا خلط برادة حديد مع برادة الألمونيوم كده بقت مادة غير نقية وقلنا حد فاكر تصنيف المواد كان تصنيف للمواد تصنف المواد إلى مواد موصلة للطيار الكهربي مواد شبه موصلة ومواد عازلة يبقى تصنيف المواد تصنف المواد إلى كام تام تصنف المواد إلى مواد موصلة للطيار مواد مغناطيسية ومواد شبه موصلة ومواد عازلة وقلنا المواد الموصلة يعني إيه مادة موصلة عرفي المواد الموصلة للطيار هي المواد المعدنية اللي بتشترك في قابلتها للتوصيل الكهربي يبقى المواد المعدنية هي مواد بتشترك في قابلتها للتوصيل الكهربي وعندي بنقول أن المعدن بيختلف عن الآخر في درجة التوصيل ليه؟ ليه مش كل المعدن درجة توصيلها واحدة؟ لأن مش كل معدن تركيبه الداخلي زي المعدن التاني يبقى سؤال عللي سؤال يجيلي في إيه؟ فعللي عللي تختلف المواد في درجة التوصيل الكهربي لأن المواد كل مادة لها خصائصها المختلفة كل مادة لها خصائصها المختلفة وهذه الخصائص بتتحكم في قدرة التوصيل الكهربي في قدرة المادة على التوصيل الكهربي بحيث ان هي تكون موصل جيد او موصلة للطيار بس بصورة ايه بسيطة ان احنا قلنا ان المواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي هي ايه حد فاكر احنا قلنا اشهر المواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي النحاس الالومنيوم الايه البلاتين والفضة عندنا بعد كده الموصلية بتعتمد على ايه موصلية المادة حد يعرف يعني ايه المادة دي عشان تبقى موصلة الموضوع ده اللي بيتحكم فيه اه اللي بيتحكم في ان المادة تكون موصلة او غير موصلة هي عدد الالكترونات الحرة الموجودة في المدار الخارجي احنا قلنا اني قل عندي عندي المواد بتكون فيها مدار خارجي بيكون فيه مواد الالكترونات حرة الالكترونات الحرة دي كم الالكترونات الحرة هو اللي بيحدد المادة دي موصلة ولا غير موصلة اه بكده احنا بنكون النهاردة اتكلمنا عن المادة تتكون من ايه وانواع المادة ودرجة توصيلها للطائر الكهرابي والحرارة وازاي انا احولها ليه مواد اه لو انا عندي معدن احوله المادة اه كهربية اه مغناطيسية ازاي ويتأثر ازاي بالمغناطيس بكده تكون حرقتنا انتهت معاكم النهاردة وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي اكون احط معادن مع بعض وكون سبيكة تحمل خصائص مختلفة اه بشكركم وقتنا خلص معاكم بشكركم والى اللقاء في حلقة اخرى قادمة ان شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة